قام الأمين العام لجماعة العربية أحمد أبو الغيط بزيرة إلى لبنان يوم الاثنين. حيث أجرى محادثات مع رئيس حكومة التصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري. أكد أبو الغيط عقب المحادثات أن أولوية لبنان هي الوقف الفوري لإطلاق النار. وضف أن جماعة العربية تدعو جميع الأطراف إلى العودة إلى ماسري تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. وتطالب القوات الإسرائيلية بالانسحاب من جنوب لبنان وعدم التدخل في شؤون لبنان بعد ذلك. وإنهاء القتل العشوائي للمدنيين الأبرياء. وعشر إلى أنه من الضرورية الحصول على تأكيدات من الجانب الإسرائيلي بعدم يشني هجمات أخرى. كما دعا أبو الغيط المجتمع الدولي لتقديم دعم إنساني قوي وفوري للبنان. ترجمة نانسي قنقر